تعيش منشآت الطاقة في أوكرانيا أحلك أيامها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية يبدو هذا الحي وسط العاصمة كييف دون أضواء غدا تهجمات روسية قالت السلطات الأوكرانية إنها استهدفت منشآت للطاقة والمياه والبنية التحتية الأخرى في كييف وعدة مدن أخرى موجة القصف على منشآت الطاقة الأوكرانية ليست الأولى لكنها تتزامن مع دخول الشتاء ما يجعلها أكثر فتكاً وفق تحذيرات كييف ومنظمات حقوقية قالت إن هذه الضربات خلفت تأثيرات مدمرة على بنية الطاقة والمياه وعلى النظم الصحية إثر هذه الهجمات حث الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي المجتمع الدولي على إبداء رد حازم متهم الروسيا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بمحاولة تحويل برد الشتاء في بلاده إلى سلاح دمار شامل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للنقل والطاقة والمناطق السكنية تعرضت جميعها للقصف عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر وعشرات الملايين من الناس دون إمدادات للطاقة ودون تدفئة ودون ماء فهذه جريمة واضحة ضد الإنسانية في الجلسة ذاتها رد سفير موسكو لدى الأمم المتحدة على اتهامات أوكرانيا محملاً دفاعاتها الجوية مسؤولية الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية داعياً القوى الغربية إلى وقف تزويد كييف بصواريخ الدفاع الجوي دعوة ردت عليها واشنطن سريعاً بإعلان حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بنحو نصف مليار دولار تشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي وتلك حزمة رفعت إجمالية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الحرب إلى مستوى غير مسبوق بلغ قرابة عشرين مليار دولار ندر علوش ترية عربي اشتركوا في القناة